الميتافيرس سيطر على تداولات أسواق العملات الرقمية في الفتر الأخيرة حتى مع هبوط المجتمع بشكل كامل فكان الناجي الوحيد هو قطاع الميتافيرس فرح نعمل مراجعة على عملة دي سنتر لاند اللي هي العملة الأشهر مانا ونحكي عن أهم التحديثات عنها ومشاريعها ونلقي نظرة فنية في البداية عنها ونناقش المستهدفات الممكنة فنيا وأساسيا فإن كنت مهتم بالعملة الرقمية مانا فهذه الحلقة إلك وإن ما كنت مهتم فاعتبر المحتوى ترفيهي وتعليمي إن كانت أول مرة بتشوفنا ما تنسى تشترك فييلا اقتصاد وتفعل جرس تضغط لايك لتساعدنا لنوصل لأكبر عدد المهتمين فشكرا لكم ننطلق السلام عليكم أنا أحمد عزام وهذه هي قناتي يلا اقتصاد تم تأسيس دي سنتر لاند في عام 2015 من قبل إيري مالك وستيبان أوردانو تم تطويرها بواصل شركة ربحية اسمها متافيرس هولدينجس ليميتد اللي مقارها الصين ومسجلي في جزر الكايمان البريطانية وبتم تنصيق تطويرها عن طريق مؤسسة دي سنتر لاند الغير ربحية واللي مقارها كاليفورنيا جمعت أكثر من 25 مليون دولار في عام 2017 بالاكتتاب الأولي وبديت العمل في يناير عام 2020 واللي بتعتبر نفسه أول عالم افتراضي مملوك عن طريق مستخدمي وبتكون العالم الافتراضي في دي سنتر لاند من 90 ألف قطعة أرض كل واحدة منها عبارة عن FT على بلوكتشين الاثيريوم اللي بتقدر تشتريهم وتبيعهم بالماركت بلايس لدي سنتر لاند بتقدر تشتري الإضافات داخلها مثل الصور الرمزية على سبيل المثال وبتقدر تعدل على قطعة الأرض باستخدام الأدوات الموجودة كل هاي الأمور بتم شراءها وبيعها عن طريق العملة الرقمية مانا اللي هي RC20 تاكن وبتقدر تشتري بمانا الافتراضي الموجودة في المعارض الفنية الافتراضية شراء تذاكر للأحداث الافتراضية وحاملين العملة بتيح إلهم إمكانية التصويت على بعض التغييرات في دي سنتر لاند طبعا بما فيها حتى التصويت على السيرفرات اللي بتستضيف العالم الافتراضي الحلو بفريق دي سنتر لاند أنه مستمرين بعمل تحديثات للعالم الافتراضي تتوافق مع هاي السرعة اللي عملوا انفصال مع بوليغان وإثيريوم للاعتماد على مانا بشكل كامل في الماركت بليس اللي يضمنوا تفعيل والت كونيكت بشكل كامل واللي بيعمل رسوم متدنية جدا بتوصل لقريب الصفر بعدما كان المطورين في دي سنتر لاند بيشتغلوا مع المطورين في بوليغان لاستخدام الخاصية الموجودة بين الإثيريوم بوليغان في عام 2018 والدليل أنه المؤسس المشارك في دي سنتر لاند استيبان أوردانو كان مستشار في بوليغان واللي كان بينهم اتفاقية ووقت تأسيسها لذلك دائما في حلقاتي كنت بركز على معرفة إنجازات المؤسسين سابقا لأنه بيعطينا انطباع على معرفة تطلعاتهم المستقبليين وحتى إذا بتذكروا في حلقة من الحلقات ذكرت أنه الإطلاع على المؤسس بيعطينا ضمان العملي نفسهم وبعدها أعلن دي سنتر لاند عن إطلاق منظمة مستقلة لمركزية محسنة اللي بيسموها داو وأعلن مؤسس دي سنتر لاند إري مالك عن بعض التحسينات في المشروع اللي سماه بيك تايم واللي فيه تعدد اللاعبين داخل اللعبه وأعلن الثاسيبيز واللي هي واحدة من أكبر شركات المزيدات في العالم أعلنت عن افتتاح معرض افتراضي للإفتيز في دي سنتر لاند بعدها بوسن دفعت أكتر من سبعين ألف لفتح مول افتراضي في دي سنتر لاند بالإضافة طبعا للتقنيات الفنية على اللعب واللي منها أرشي بيلا جو واللي عملت على تقسيم الأراضي لإضافة عدد المستخدمين أكتر وأكتر عشان يعطي انطباع للتواصل والتفاعل داخل اللعبه بشكل أكبر من 100 مستخدم بدل من عزلهم داخل السيربر ومع الشهر الماضي فعلت دي سنتر لاند عمل مهرجانات افتراضية والاستضاف باريس هيلتون وبعض الشخصيات المعروف واللي أنا ما بعرفهم واللي عمل طلب أكتر على استخدام دي سنتر لاند وبالتالي طبعا على العملي مانا خلونا نعمل نظرة فنية على مانا بشكل سريع ونناقش بعض المعطيات اللي دفعت السعر واللي كنا ناقشنا مانا في حلقة سابقة وكنا اقترحنا مستهدف الخمسة دولار قبل نهاية عام 2021 واللي تم ضرب المستهدف والحمد لله ممكن نعتبر مانا انه رقم صعب في تحليل معطياتها لانه بالفيلد المهم جدا وعليه انفجار سعري واللي هون بأصد متافيرس وبين عملة عادية عليها تطورات نعم لكن مش قوية لدرجة نشوف انفجارات سعرية قوية بس اكيد القطاع اللي عليه طلب هو اللي بيكسب من نهاية خاصة نحن في بداية العالم الافتراضي واللي ممكن يعطي دفع اكبر واكبر مانا حاليا تتداول اعلى مستويات الدعم السعري 3 دولار و 75 سنت والدعم 3 دولار وربع فاستمرار التداول اعلى هم رح يعطينا انطباع لاستمرار الصعود نحو مستويات 5 دولار مرة تانية ثم 6 دولار و 70 سنت واللي بنحتاج تحديث النظر الفني بعد الامكانية اضافة مستهدف 8 دولار بعيده بكرر الثبات السعري اعلى 3 دولار و 25 سنت مهم جدا لاستمرار الموج الصعود لو لاحظنا مع الهبوط الاخير للعملات الرقمية فحافظت عملات الميتا فيرس على نسق الصعود اللي هو دليل واضح على الطلب على عملات الميتا فيرس وتحول السيولي من القطاعات الاخرى لقطاع الميتا فيرس والاستثمار فيه وممكن نشوف كماري غريس كيل اللي ضاعفت مراكزها بعملة مانا فكانت حاملة حوالي 10 مليون واللي صاروا 20 مليون دولار بالفترة الاخيرة حتى مع ارتفاع السعر هذا بيعطينا دليل واضح على الطلب المؤسسي على مانا مش بس تجارة الافراد كمان نقطة ممكن تعطينا قوة مانا هو الطلب الكبير على تجارة الانفتيز فتخيلوا انه وصل سعر ارخص قطعة ارض ل 10 الاف دولار وتخيلوا انه وصل لتريدينج فوليوم داخل الماركت بليس لدي سنترلاند ل50 مليون دولار بعيده بذكر الماركت بليس بيتعامل مع مانا مع البيع والشراء فهذا الدليل واضح على الطلب على العمل نفسه طبعا زي ما ذكرت الاحداث الافتراضية ولدفعت المستخدمين الجدد للدخول في دي سنترلاند فكيف ممكن يصير الحال لو رجعنا لاغلاقات جزئية فيكيد رح يكون عندنا دفع اكبر على مانا ودفع اكتر واكتر مع شهرة الميتافيرس كل هاي الظروف بتعطينا انطباع اول امكانية استمرار لترند الصاعد لمانا على المدى المتوسط الى المدى الطويل لكن بحذر والله اعلم بالنسبة للرودماب فلحتى الان ما تم نشره واللي ممكن يتم ظهوره في بداية عام 2022 كل اللي تم نشره حتى الان هي مجرد اقتراحات عن البث المباشر والمهرجانات وتطوير اللعبة وانشاء مولات في اللعبة اللي سموها جيمي مول وبعض الاقتراحات كانت اضافة اربع عملات متافيرس داخل اللعبة ايجاد بروتوكول جديد اسمه IPCME واقتراح اخر على عمل شراكي مع بولكا دوت عن طريق أستر نتور فلحتى الان نستنى الرودماب اللي هو ممكن يظهر في بداية عام 2022 100 مليون موجودة حاليا عند مؤسسة دي سنترلاند واللي ممكن يتم استخدامها من الفريق مع وجود امكانية كمان ظهور 400 مليون بالخزينة واللي ممكن استخدامها على التطوير الفني والاعلاني اكتر واكتر واللي هذا ممكن يعطي شهر لمانا اكتر واكتر لكن بعض المخاوف على المشروع هو اللوائح التنظيمية الامريكية واللي نبهت على انه مانا تعتبر اصل ماري غير امن وبينطوي عليه بعض الاستخدامات الغير شرعية تنظيميا مع انه من الجانب الثاني فما نتم ادراجه على غالبية المنصات الامريكية بدون اي اعتراض لحتى الان ختاما اول ما سمعت بالميتافيرس ما اعتقدت انه نوصل لهاي المرحلة من الانفجار السعر والشهرة فبكل بساطة ليش بحتاج العالم الوهمي لما يكون عندي العالم الحقيقي بس اعتقد انه كل شي تغير اكتر مع دخول فيسبوك عالم الميتافيرس فممكن تكون وهم حقيقي لازم نتقبله في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته